بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم بالشفاء اليوم نتكلم عن موضوع غاية في الأهمية ألا وهي صحة العظام صحة العظام العظام لها دور كبير جدا بدور العظام يبقى الإنسان عبارة عن لحم ودم ما فيش أي حاجة هيكل شكل معين ليه حتى شكله وهيئته لازم العظام تكون متواجدة عشان تقدر تعمل كل دو العظام ليها دور كبير جدا ليها دور في حماية للأعضاء عشان كده بيقى فيه كافة صدري كله عظام قفص كامل بيحمي القلب بيحمي الرئة الجنجمة بتحمي المخ فليها دور كبير جدا حتى الحوض بالنسبة للمرأة عشان يحمي الجنين ما همول بهيئة معينة وشكل معين عشان يقدر يحافظ على الجنين فسبحان الله يعني فمن أوائل أول حاجة خاصة بوظائف العظام هي حماية الحماية للأعضاء الرئيسية الهمة الداخلية في جسم الإنسان تاني حاجة ليه دور مهم جدا في أن الهيكل العظمي أو العظام عمتا ليه دور كبير جدا في الحركة هي اللي بتساعدنا عن الحركة يعني بدون العظام ما نقدرش نعمل الحركة لأن ما بين العظام بيبقى فيه المفصل فكل ده بيساعد على النظام الحركي ولذلك بيسموه الجهاز الحركي حركي يعني لازم يكون في حركة كل شيء بيتحرك فالعظام عدد كبير جدا مقسم بطريقة الله سبحانه وتعالى مقسمه بطريقة معينة بحيث أنه يحمي الأعضاء الداخلية وفي نفس الوقت يساعدنا على الحركة بطريقة سيابية منضبطة وبيعمل شيء مهم جدا تاني أنه هو بيساعد في تغزين المعادن يعني المعادن مكانها الرئيسي بيبقى متواجد فيه العظام فالمعادن أول ما بناكل أي معدن المفروض المعادن دي بتلف تلف وفي الآخر أغلب كمية المعادن بتروع على العظام وتقعد في العظام سواء بها الكالسيوم سواء الفسفور سواء المغريسيوم الأشياء دي كلها غير كده أن المهم جدا في العظام أن هي بتساعد في دعم وربط العضلات بالأنسجة كيف يعني؟ يعني العضلات دي ما ينفعش تبقى مسكة في إيه؟ مسكة في العظم زيته العظم زيته في الأوطار مسكة في العظم فالعضلة مسكة في العظم بالوطر فده بتعمل عملية دعامة ودعم للأمر دو الدعامة مهمة جدا لربط العضلات بالأنسجة اللي موجودة في بعضيها لأن في مكان سابت اللي هو العظام فبيبدأ يتجمع كل العضلات عليها بطريقة انسيابية وطريقة متناصقة مع احتياجات الجسم للعضلات دي والحركة بتاعتها غير كده ليه ضرورة مهمة جدا ووظيفة مهمة جدا للعظام أنه هو بيساعد فيه إنتاج خلايا الدم الخلايا الأولية بتنتج من النخاع العظم بتنتج اللي عندك خلايا الدم كلها بتنتج أصلا الأساس فيها هو العظام الأساس فيها أغلب الكمية بتنتج من العظام من النخاع طبعا مهم جدا اللي احنا نعرف حاجة مهمة جدا أغلب الناس اللي بيتعرضوا لمشاكل في العظام لما نجي نتكلم عن صحة العظام مهم جدا لازم نعرف أغلب الناس اللي ممكن يتعرضوا للمشاكل دي عشان يحاولوا يتفادوا مشاكل العظام طبعاً الأطفال من سن أول ما بيتولد لغاية سن أربع سنوات دي بتبقى أكتر فطرة في احتياج للمواد المكونة للعظام اللي يكون الفيتامينات والمعادل المطلوبة لتكوين العظام يكون الطفل دوت بيتغزى عليها ولذلك الطفل بيتغزى من أمه عشان ياخد الحليب اللي هو بياخد النتائج الفوائد والفيتامينات والمعادل من أمه متكملة متكملة ما فيش حاجة مش على الدين ونوع معين من الفيتامين تاني حاجة إن برضو الناس اللي هم عندهم مشكلة في البشرة بتبقى داكنة دول برضو بيقوا معرضين لضعف في العظام بيبقى عندهم نقص في العظام والناس اللي ما عندهمش ما بيتعرضوش للشمس كتير برضو بيبقى عندهم مشاكل في ضعف العظام لأنه بيقصر على الكالسيوم وبيقصر على الفيتامين دال فده من ضمن الحاجات المكوينة الرئاسية للعظام برضه الناس اللي ما بتحركش كتير الناس اللي بتوعه كتير ديت بيحصل عملية الضعف للعضل للعظام لأنه مش قاين بوظفته العظام ده المفروض اللي هو يتحرك ويمشي وده جهاز حرقي وفي نفس الوقت عنده قوة تحمل فأنا لما بمستخدموهش ففي الحالة ديت بيحصل عملية ضعف للعضل ذاته فلذلك أغلب الناس اللي هم قاعدين في الرعاية الصحية دول الرعاية الصحية دول بيبقى مهم جداً لهم يعتنوا بالأكلات والمشروبات والفيتامينات اللي تأهلهم وتأولهم عظامهم لأن دول معرضين لضعف في العظام ومكونات العظام لأنه بيبقوا قاعدين على طول ما فيش حركة وقاعدين في مكان مغلق ما فيش أي حركة ففي الحالة ديت بيحصل عملية ضعف في العظام برضه الناس اللي هم محتجزين سواء بقى في سجون سواء في دول الرعاية أو أشياء زي ديت برضه كلهم بيبقوا معرضين للأمر ده فلذلك يعني نحاول على قد ما نقدر بلإحنا نحاول الناس زي لازم يهتموا بالتغذية ونمط الحياة برضه مع تقدم العمر برضه بيحصل عملية اختلاف في نسبة الفيتامينات والمعادن وبيخسر عملية العظم ده المفروض ان هو بيحصل عملية بناء وهدم البناء والهدم دوت بيزيد في الفترة اللي هي في أول العمر في أول العمر بيزيد البناء وبيقل الهدم لكن أوتوماتيك أصلا جسم الإنسان من حوالي من خمس لثمان سنوات بيبدأ يعمل عملية إحلال للعظام الموجودة ديت يعني كل العظام اللي احنا الجسمين ديت بتبدأ يحصل عملية إحلال وتجديد للخلايا اللي موجودة فيها فتقوم على طول ايه تتجدد ففي الفترة ديت كل فترة من حوالي من ثمان سنين من عشر سنين جسم العظم للإنسان كله كامل بيتغير فمن ضعف أو لقوة بيختلف على حسب العمر والسن اللي موجود فيه لكن بيزيد لما بيكبر بعد يعني بعد سنة مثلا الشباب أول ما بيبدأ بعد سن الخمس سلاثين اربعين سنة بيبدأ يحصل عملية الهدم للخلايا اللي في العظام ديت أكتر من عملية البناء فبيحصل عملية ضعف في العظام برضو من الحاجات اللي هي بعض الناس اللي بيتناول أدوية كتير وخاصة أدوية الكورتزول دي برضو أدوية الكورتزول برضو بتعمل عملية مشاكل كتيرة جدا في توزيع الكالسيوم اللي رايح للعظام فبتقوم عاملة مشاكل كبيرة جدا في العظام فلذلك الناس تخلي بالها النقطة ديت طبعا اللي بياخد برضو أدوية مضادات تخصر اللي هي أدوية سيولة لما بياخد كمية كبيرة أدوية سيولة برضو دي بتأثر على العظام برضو في توزيع وأدوية الصرع برضو بتعمل مشاكل برضو كبيرة جدا برضو في موضوع الهشاشة العظام وجسم العظماء متاً يبقى ضعيف يعني فاحنا عايزين نقوي العظام مهمة جدا عشان نقوي العظام لازم نعمل تغيير لنمط الحياة تغيير لنمط الحياة تغيير لنمط الحياة في طريقة الشرب في طريقة الأكل في طريقة الحركة وطريقة الرياضة والإشياء دي كلها لما نيجي نتكلم عن قوت العظام في أسباب رأسية تعمل لنا ضعف في العظام في أسباب رأسية تضعف العظام الأساس عندنا اللي احنا محتاجين توازن يعني كل أي حد تكلمه عن العظام يقول لك الكالسيوم ناقص أو الفيتامين دي الناقص بس هو يتكلم عن النقطتين دول هم دي الأساس لا مش موضوع كالسيوم موضوع اللي الكالسيوم ممكن يكون زايد في الدم أصلا داخل الشخص بيأكل كويس جدا بيأكل كالسيوم كتير بيأخد معادن بيأخد كالسيوم كمية كبيرة وأخد كورس كويس جدا في الكالسيوم ويجي حلل الدم ويلاقي فيه كالسيوم ويلاقي الكالسيوم كتير كمان بس المشكلة في إيه في توزيع الكالسيوم الكالسيوم المفروض أنه هو أغلب أكبر نسبة يفوق الـ 99% بتروح على العظام لكن لما بيحصلش توزيع أو تناسق في التوزيع أنه يجي تلاقيه يترصب في الدم طيب أنا عايز أنقله من الخلايا الدموية ديت للنسيج العظمي عايز أنقله من النسيج الدموية للنسيج العظمي فدي هي دي أهم نقطة في المشكلة اللي عندنا أن أغلب الناس بيبقى عندهم المشكلة ديت أنه هو كالسيوم موجود لكن مش عارف ينقله طيب إحنا أول حاجة محتاجين لأن الكالسيوم والفسفور والمعادن المهمة ديت لازم نتغذى عليها بطريقة مظبوطة يبقى الأول أن نشوف من الأسباب الرئاسية اللي إحنا نعمل تحليل نتأكد أن فيه فيتامينات اللي عادن الرئاسية اللي زي الكالسيوم الفيسفور الفيتامين دال فيتامين ب Lil12 الحاجات دي كلها بتساعد ما أتركهمها لغالة كلسترول كلسترول أصلا لو قال مش هنقدر نعمل فيتامين دال مش هنقدر جسم مش هنقدر يوليك فيتامين دال فمحتاجين برضو كلسترول يكون فيه موجود وموجود كلسترول النافع بيكون زايد ففي الحالة ديت بيقدر يحفز الجسم لما بيقدر مع الشمس بيبدأ يحفز الكولسترول يبدأ ينتج فيتامين دال طيب من الحاجات المهمة جدا ان احنا بنحاول على قد ما نقدر عشان يحصل عملية كالسيوم يزيد في العظام محتاجين اللي احنا نحط فيتامين دال فيتامين دال بياخد الكالسيوم من الدم ويضع على العظام طيب في حاجات وبيساعد في تثبيته ولكن تثبيته دوت اساسه فيتامين ك فيتامين ك بيحاول يساعد في إلصاق الكالسيوم يثبت ويزود إلصاق الكالسيوم في العظام لكن في البداية لازم احنا ندخل الكالسيوم مظبوط ما هو الكالسيوم ده لو مش داخل كويس في الحالة ديت احنا اصلا لو احنا عندنا نقص في الكالسيوم من البداية فمش هنعرف نعمل التوزيع ديت فمهم جدا ان احنا الاكل لما نجي ناكل الكالسيوم محتاجين اللي لازم يكون المعدة يكون حمض المعدة يكون مظبوط لان لو حمض المعدة قليل في الحالة ديات بيعمل ان الكالسيوم اللي موجود ما بيروحش على العظام بيروح على الدم بيجري على الدم وبينقدرش يكونه مظبوط فبتلاقي الكالسيوم مش بتكون بطريقة المظبوطة وبيمتصش بطريقة المظبوطة في بعض النساء بيبقى عندهم مشكلة لما بيعلى بعض الهرمونات عندهم وخاصة هرمون الاستروجين لان الهرمون الاستروجين دو بيعمل عملية من اكبر الحاجات اللي بتثبت الكالسيوم في العظام تمام؟ بالنسبة للنساء لما بيحصل انقطاع في الطمس بيقوم عامل مشكلة جديرة جدا لان الهرمون دو لو مبيقل بيقوم قالل نسبة التصاق الكالسيوم او تثبيت الكالسيوم في جسم الانسان او في جسم المرأة بالذات لكن الرجال بالعكس بيزيد الهرمون دوت اصلا بيعملون مشكلة في القمر دوت فلذلك المرأة مهمة جداً اللي هي تحاول تعود الهرمون الاستروجين بالنباتات اللي خاصة بالأمر دوت اللي تثبيت الكالسيوم طبعاً في بعض النساء بيعندهم اضطراب في أول رجال في اضطراب في الهرمون الغدددرقية بلكن بالنسبة للنساء بالذات لما يكون حتى فترة الحمل بيحصل عملية اضطراب في هرمون الغدددرقية هرمون الغدددرقية لو حصل فيه اضطراب برضو بيؤدي إلى سحب الكالسيوم من العظام وياخده يوديه على الدم وفترة الحمل بالذات لما فترة الحمل الولد محتاج كالسيوم عشان يكون العظام اللي عنده فيبدأ ياخد يعني بياخد الحليب من الأم وبياخد من الدم الدم أصلا بيبقى نسبة الكالسيوم وهو عايز ياخد أكبر كمية نسبة كالسيوم فيبدأ ياخد منين ياخد من عضم الأم يسحب الكالسيوم من عضم الأم ففترة الحمل فترة الحمل للمرأة برضو بيحصل عملية اللي بيتنقل من النسيج العظمي الى النسيج الدموي لما بيحصل فقرة عندها في نسبة الكالسيوم الموجودة في الدم بيبدأ الجسم ياخد يعوض النقص دوة ياخده من الكالسيوم ياخد الكالسيوم اللي في العظم ويبدأ يرمي في الدم عشان يغزي منه الطفل فدي من الحاجات المهمة جدا نخلي بنا منها طبعا في بعض بقى يعني ابحث ودراسات كفيرة جدا لقوا برضو ان حمودة الدم من ضمن الحاجات اللي ممكن تأدي الى ضعف العظام الحمودة الدم كل ما الحمودة بتزيد كل ما تأدي الى ضعف الالتصاق الكالسيوم في العظام يعني الناس اللي بيشربوا كحليات دي برضو بيزود بيزود مادة الحمودة في الدم بيزود الحمودة في الدم الناس اللي هما بيشربوا مواد غزية كتير برضو بتزود الحمودة اللي موجودة في الدم الناس اللي بتعمل مثلا بتاكل طائمة مصنعة كتير جدا فيها مواد حفظة ومواد ملونة واشياء زيادية برضو عزاودي الحموضة اللي موجودة في الدم فمحتاج عملية تعادل في الحموضة فعشان تعمل عملية تعادل في الحموضة ليه؟ لأن ده بيخفط قلوية الدم لو خفط قلوية الدم في الحالة دي بيسحب الكالسيوم اللي موجود في العظام عشان يعمل عملية تعادل للحموضة اللي موجودة لأن الكالسيوم أصلا قلوي الكالسيوم والفسفور والمواد كلها مواد قلوية فدي بتعمل عملية تعادل للحموضة فبيضطر الجسم يقوم عشان يعمل تعادل الدم يعمل عملية تعادل في الحموضة دي يبدأ ياخد الكالسيوم اللي موجود في العظام ويبدأ يحطه على اللي في الدم ففي الحالة ديات بيضعف العظم ذاته العظم كده نقص الكالسيوم اللي موجود فيه ان العظم ده الكالسيوم ده اهم حاجة فيه اكتر من 9% موجودة من الجسم من العظم طبعا بالنسبة للرجال بالنسبة للرجال فيه مشكلة كبيرة جدا هي موضوع ان بعضهم مثلا بيروح يلعب في الجيم فبيلعب في الجيم بيركز على بعض البروتينات او بعض اسف بعض الهرمونات لما بياخد نسبة الهرمونات ديات بكميات كبيرة في بعض الهرمونات منها بتعمل عملية عدم استطالة للعظام يعني العظم ما بيطولش بس يحصل عملية سماكة تزيد بتاعته السماكة تزيد بتاعته فيبدأ الجسم تلاقي جسمه بقى عريض لكن طوله زي ما هو طوله زي ما هو ففي الحالة ديات لما بتيجي تفرد العظم بالطريقة ديات بيعمل الفراغات اللي موجودة في العظم دي بتزيد فبيحصل له هشاشة في العظام ويحصل له ضعف في العظام في حين اللي هو اصلا هو ما شاء الله شاب يعني وقوي يعني بس الهرمونات ديات يعني عملت مشكلة في ان هي وقفت نمو طول العظم فبدأت تعمل العظم بدأ ينمو بالعرض فبدأ يعمل عملية هشاشة في العظام فدي برضو مهمة جدا نخلي بالنا منها يعني برضو لو في مشكلة بعض الرجال لو عندهم تضخم في الغدة الغدة البرستاطة غدة البرستاطة لو هو في تضخم فيها بتعمل مشكلة ولو فيها ضعف في الغدة برضو بتعمل مشكلة وتعمل مشاكل في الكالسيوم اللي موجود في العظام برضو في نقطة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي هم بيشربوا الكافي بكمية كبيرة بيشربوا البيبسي بكمية كبيرة او او الموات الغازية عمتا برضو دي بيتأثر على الموضوع الكالسيوم اللي موجود في العظام في بعض الشباب برضو بيتلاقي بياخد كمية ادوية بطريقة من غير ما هو يسأل اي دكتور اي واحد عنده الزاعي او ما اخد ادوية عنده درسه بيوجعه بياخد ضحيوة بياخد مسكن وخلاص على كده الادوية الكتير بطريقة عشوائية وبطريقة غير مدروسة كل ده بيقدي الى ضعف العظام كل ده بيقدي الى ضعف العظام وبيخلي العظام يحصل عملية عدم تنظيم في كمية الكالسيوم الموجودة فيه فمهم جدا طبعا قوت العظام بانا عايز اقوي العظام دي عشان اقوي العظام اهم حاجة فيها الكولاجين الكلاجين دي المادة الرئيسية اللي خاصة بالعظام وخاصة بأغلب اللي موجود في الجسم الجسم كله أصلا الكولاجين ولكن بيختلف نسبة الرطوبة ونسبة المائية ونسبة الصلابة بتختلف لكن الكولاجين هو المادة الأس�ية اللي مهمة جداً لازم نحافظ عليها إن هي المادة البروتينية الأسسية اللي بيتكون منها العظام فعشان نزود الكولاجين دوات طبعاً الدراسات عليها كتير جداً موضوع الكولاجين دوات فإحنا عشان نزوده عندك زيت السمك اللي هو أم جاسرين برضو كويس جداً عندك شربة العظام شربة العظام قلنا قبل كده عن شربة العظام قلنا اللي بنجيب العظم العادي بس أما حاجة يكون فيه نخاع النخاع بتاعه موجود العظم الأغلب لإما يكون بكر أو غنم والأفضل يكون غنم يعني بنقومه جايبينه ونقومه غليينه غلي لا يقل عن ساعتين نحط معاه بهارات بنحط عليه الهيل بنحط عليه ورق الغار بنحط عليه أهم حاجة الزنجبيل والكركم دول أهم حاجة تحطوا عليها حط بعد كده انت البهارات اللي انت عايزها وفيش مشكلة وزود عليها مثلا الجزر أو عايز تحط عليها مثلا حاجة زي الكوسة أو القرع وبعد كده بتقوم أول حاجة قبل ما تحط الخضار دوت الاول بتغليه لمدة ساعة بعد كده حط الخضار وبعد كده بتقوم غليه بتكمل عليه ساعة كمان يعني ساعتين كاملين ساعتين كاملين بعد الساعتين دولا بتقوم خلاص بتقفل التنجرة أو الحلة وتبدأ الطبق دوت وتبدأ تقوم أخذه بعد ما يطلع من بعد ما يكون تسخن يتساب لغاية ما يبرط ويتاخذ يتحط في البراد أو السلاجة ويتساب لمدة أقل حاجة ساعة لساعة ونص بعدها بتلاقي يجي طبقة دهنية فوق كده طبقة دهنية ديات احنا نعنشلها ممكن بعض النساء بيعملوها مصق للبشرة ممتاز بيعملوها جل للشعر ممتاز ما فيش أي مشاكل حاجة طبعية هي نعمل مشكلة في الريحة بس ممكن يومها يحطوا فيها بعض الروائحة أو شيء زي ديات مش مشكلة المهم اللي احنا ممكن نستفاد منها بأي حاجة تانية ناخد الطبقة الفوق ديات نشيلها خالص أماما وبعد كده بنقوم واخديين الجل اللي تحت ده هو ده اللي احنا عايزين هو ده الجل اللي احنا عايزين لو كل يوم مقدر مثلا حوالي عشر معالق بفضل الله سبحانه وتعالى من أفضل الحاجات اللي بتزود الكولاجين وفي نفس الوقت بتخفف الالتهابات اللي موجودة بين المفاصل اللي هي المأساة السنوفي اللي ما بين المفاصل دوت يبدأ يزيد وفي نفس الوقت ما يحصلش خشونة ويحصل احتكاك وبعد كده تنكشف العظام ده ان لو تكشف الغدروف دوت الناعم ده اللي عامل زي السيراميك دوت لو حصل فيه خربيش وحصل فيه سكراتش عايحصل عملية التهابات ولو حصل التهابات في الحالة ديت عايحصل عملية ألم شديد في المفاصل ففي الحالة دي هتبقى مشكلة فمهم جدا اللي احنا نحاول نتغزة بالكولاجين من الحاجات المهمة تانية الفسفات الكالسيوم وفسفات الكالسيوم دوت من الحاجات المهمة اللي فيه في الجسم لان احنا الكالسيوم مش هو الكالسيوم فيه انواع من الكالسيوم اللي بتدخل على العظام فسفات الكالسيوم من اهم الحاجات اللي هي بيبقى كمية كبيرة جدا وموجود تسعين في المية منها في العظام فدي بتلاقيها في الجرجير بتلاقيها في بقدونس في الكرفس في الشبت الخضروات ديت الخضروات اللي هي بتاعت اللي بيأكلوها كل الناس الفئير والغني بيأكلها فدي هي دي الخضروات المهمة عندك البروكلي من الحاجات الورقية المهمة الملفوف دواء الفقراء دوت من الحاجات المهمة جدا لمشاكل العظام عندك طبعا البيض والحليب طبعا مهم برضو لإساعة كثيرة جدا في زيادة الكالسيوم وتشكيل قوة الكالسيوم الموجودة فيتامين دال فيتامين دال دا قلنا اللي هو بيأخذ من الدم ويبدأ يودي على العظام فيتامين دال مهم جدا لتقوية العظام فيتامين دال طبعا أهم من مصادر بتاعته الشمس لكن الشمس بتعمل عملية تحفيز لما بتتقابل مع الجلد مع الأشياء اللي هو في فوق النفسجية بتقابل مع الجلد بتبدأ بعد كده مع الكوليسترول اللي موجود بيبدأ يتفاعل فيولد فيتامين دال فيتامين دال ممكن ناخده من الشمس أكبر كمية موجودة في الشمس من الشمس يعني طريقة اللي بتساعده في توليد الجسم ليه؟ وفي نفس الوقت حتى لو 20 دقيقة في اليوم مثلا يعني لمدة 3 أيام في الأسبوع عاد ساعد كتير جدا في الأمر ونحاول على قد ما نقدر الأكلات اللي هي فيها الدهون اللي هي الدهون الغير مشبع تمام؟ في فيتامين ك وفيتامين ك طبعا احنا قلنا اللي هو بيساعد برضه في جذب الكالسيوم للعظام وثباته بيقويه بيثبته فيه كمان يعني بيجذبه وفي نفس الوقت بيثبته لأن احنا عايزين المعادن ديها تروح على العظام عشان تقويها وتخليها قوية لكن العظام لما تبدأ يقل فيها المعادن ديها تبقى مخوخة من الداخل تبقى الفراغات تزيد فتبدأ تبقى ضعيفة ممكن واحد يكح يكسر يقولك ده واحد رجل كبير في السنة مجرد كح تكسرت العظم ده عنده يروح يعمل عملية ممكن يعمل عملية كمان او واحد مثلا عطس عطسة واحدة تلاقي على طول ريشة عنده كسرت في الكفص الصدري فالعظام مهمة جدا لحماية جسم الانسان وربنا يعني يحفظنا يعني جميعا ففيتامين كي مهمة جدا في الامر دوت وبرضه بيساعد فيتامين كي لما بيزيد بيساعد على عدم بالنسبة خاصة لمرضة اللي بيحصل عملية تجلطات عشان ديخاف من التجلطات لان ده ممتاز جدا فيتامين كي لان هو يعني مهم جدا ان ناخده بكميات كويسة ولكن الناس اللي هم عندهم تجلطات او عندهم كل سرول عالي او دهون سلسية عالية ده بنخاف منه لانه هو فيتامين كي اصلا هو المادة المخسرة للدم ده اللي بيعمل تجلط للدم فبناخده بطريقة معتدلة بناخده من طريقة الفواكه والخضرات فامر بسيط لكن ما يجيش واحد يقوم اخذ لي فيتامين كي حبوب عمال ياخد بكميات كبيرة بدون انضباط وبدون مقاييس فده هو يعمل ضرر لو لقدر الله عنده مشكلة ممكن تعمله جلطات فلازم نحرص فناخده من زيت زيتون ناخده من البقدونس موجود في البروكلي موجود في السبانخ فيتامين كي ممتاز جدا يعني فيتامين سي وفيتامين سي بيحافظ على صحية العظام لو فيه التهابات لو فيه مضادة اكسادة لو فيه اي شيء في العظام برضو فيتامين سي من افضل حاجات الامر ده طبع بناخده بقى سواء من البروكلي من الليفت من الليمون البرتقان عندك الفراولة عندك الكرنبيت عندك الكيوي عندك الكوميترا برضو من الحاجات اللي كويسة جدا عندك الجوافة من الحاجات اللي فيها فيتامين سي عالي حتى وراء الجوافة فيه فيتامين سي عالي برضو احنا مهم عندنا عشان لقوة العظام فيتامين اي وفيتامين ايه بيساعد يعني مهم جدا لنمو العظم قوي بيعمل صلابة صلابة قوية جدا ودي عليه دراسة كبيرة جدا يعني نقول اللي هو بيعمل عملية قوة وصلابة في العظام لان بيعمل عملية تصغير الفجوات اللي موجودة في العظام لان العظم ده مش عبرها زي خشبة هو مش خشبة العظم العظم ده فيه طبقة خارجية صلبة وبعد كده بيبقى فيه داخلي فيه فيه أوعية دموية وفيه دهون وفيه معادن وفيه تبنات وفيه شرايين بيتحرك دقيقة جدا يعني مصنع كامل مصنع يعني هو ده المصنع الاساسي اللي بيصنع الدم يعني اهمية العظام لان هي اصل اللي بتصنع تخيل انت لما هي اللي بتصنع الدم اللي بيروح يغزي كل الاعضاء اللي في الجسم تخيل المصنع ده وتلو وقف لو المصنع ده حصلت فيه مشكلة ولذلك كله بيحاول يحافظ على العظام حتى الدراسات كلها الحديثة بتركز على تقوية العظام لان هو ده اللي بيساعد على يعني الشباب زيادة الشباب زيادة الفطرة في الجسم يكون بصحة ومعافية واشياء زي ديها طبعا فيتامين اي طبعا احنا ممكن ناخدهه من الجزر ممكن ناخدهه من البيض موجود في البيض موجود في يعني في الحليب وخاصة الحليب اللي هو بيبقى فيه بالدهون كاملة الأسماك الدهونية كلها بيبقى فيه فيتامين اي عندك المنجا البطاطا السبانق برضو فيها فيتامين اي لان الفيتامين اي بياخد الكالسيوم وبيساعد كتير جدا فيه فلما بيكون لكن برضو نخلي بالنقل لان زيادته زيادة فيتامين اي زيادة فيتامين اي ممكن تقدي الى انخفاض كسافة العظام يبقى معنى كده اللي لازم باعتدال فمعنى كده ايه معنى كده اللي انا اركز على الخضروات والفواكه والاكل والنظام الصحي لكن انا مركزش على انا اخد كل ما يبقى عندي نقص الفيتامين اروح اخد الحبوب بتاعته فانا لما اخد فيتامين اي واخده الكميات مش منضبطة ما انا مش اقدر لانا اوصف بالزبط يعني ادي المقدار المزبوط 100% ففي الحالة دي افرد زياد فيتامين اي زياد في الجسم وزياد ولما يزيد يحصل ايه بدل ما هو كان بيكون العظام هيبدأ يعمل ضعف في العظام ليه؟ لانه هيبدأ يصحب الكالسيوم اللي موجود في العظام ويتلعه بقى يخرجه من العظام لان كده زود الكمية الكالسيوم اللي موجود فهو بيعمل انضباط هو بيعمل ضبط فكل حاجة سبحان الله يعني بتعمل يعني فيه يعني الجسم الانسان دوت معمول بميزان بمقدار الله سبحانه وتعالى جعله بمقدار كل حاجة منظمة مجرد اللي انت تنظم يعني تنظم نمط حياتك وتاكل اكل صحي وتلعب رياضة وتنام كويس وتبدأ تهدى كده وما فيش نرفزة ما فيش عصبية هتلاقي الجسم كله بفضل الله يمشي بطريقة منضبطة ومشي منحتاجش لأي حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى فيتامين بي 12 طبعا مهم احنا قلنا لانه هو بيساعد على بيزود من انتاج الخلايا البناء انتاج الخلايا البناء فحنا قلنا اللي فيه هدم وبناء في الخلايا ففيتامين بي 12 مهم جدا غير كده نقول مهم جدا طبعا حتى الاعصاب حتى العظام خاصة للنساء والرجال عشان كده لما حصلV بي 12 بين قص بيعمل عملية فقر دم وممكن يعمل عملية مشكلة في هشاشة العظام فنخلّ بالنا من النقطة ديت طبعا فيامين بي موجود في الكبدة موجود في المحار موجود في الدواجن موجود في الأسماك موجود في البيض حاجات دي كلها بيبقى موجود فيها فيتامين بي 12 ممكن ناخدوهم بطريقة بي 12 مش موجود لف الحيونات مش موجود لف الحيوانات الحاجات الحيوانية فمش ماتجيش تاخدهم الخضروات وتقول لي ده في بي 12. لا في في انواع بي. في بي 9 بي. انواع كتير جدا من البي. لكن انا بتكلم عن بي 12. بي 12 مش موجودة اللي في الحاجات الحيوانية. فنركز على امر دوت. ولذلك الناس اللي هم نباتيين بيحصل لهم كتير جدا بتلاقي عندهم ضعف في العظام. ضعف في العظام. لان هو بينقص عنده في تامين بي 12. فبيقوم قدي لضعف في العظام. طبعا من الحاجات المهمة برضو المشي. لازم نمشي كل حاجة حتى لو تلاتين تلاتين ديئة حتى كل في في الاسبوع تلات مرات. ليه? لان المشي من الحاجات المهمة اللي عتقوي العظام. انا لو انا ما باستخدمش العظام فعتضعف. في قانون الاستعمال والاهمال. لو انا ما استعملت الشيء واهملته في الحالة دي عيضعف. فلازم استعمله عشان يكوى. فدي مهمة جدا بفضل الله سبحان تعالى. برضو شرب المية. شرب المية قلنا اللي لازم محتاجين. شرب المية لاما من ثمان كبات لعشرة كبات يوميا. او بناخد بالزبط من لتر ونص اللترين في اليوم. او بنعمل حاجة قياس ثاني ان بنشوف الوزن. وزن الشخص اللي هو وزنه كبير او كلام من ده بنشوف الوزن. ونقول كل عشرة كيلو بيبقى محتاجين كبات مية. فلهو عنده مسلا تمانين كينو بيحتاج ثمان كبات في اليوم. تمام? اه ده من الحاجات المهمة. طبعا التمارين مهمة جدا سواء تلوء او نزول السلم. بس لازم نشوف الموضوع المفاصل والغضريف. طبعا التمارين اللي هي فيها استطالة. مهمة جدا برضو بتساعد في التقوية. الترك التدخين. التدخين بيعمل عملية التهاب بيزود الالتهابات في الجسم. فبيزود التهابات في الجسم يعني بيزود الهدم اللي موجود في الجسم في الخلايا. فدي مشكلة من ضمن المشاكل اللي ممكن تعملك مشاكل في المشاكل العظام. فبرضو من الحاجات اللي بتحفز على العظام. عندك ايه الحجامة برضو كويسة جدا. لان بتساعد في انتاج تجديد خلايا الدم كتير. وزود الخلايا البناءة. فبفضل الله سبحانه وتعالى بيبقى ليه اثر كبير جدا جدا. من الحاجات اللي احنا اليوم بان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى فيه وصفة بالشفة خاصة بالتقوية وهششة العظام. مشكلة وهششة العظام. وخشولة الركب. وفي نفس الوقت بتفيد في تقوية العظام. يعني تفيد في هششة العظام في علاج هششة العظام. وخشونة الركب اللي هي اللي تتسائل السينوفي. يعمل احتكاك. وفي نفس الوقت بتفيد في تقوية العظام. بنجيب يوميا معلقة صغيرة من حب الرشاد. اللي هو بيسموه الحبة الحمرة. حب الرشاد صغير كده زي السمسم احمر. بنجيب معلقة منه وبنحطها على كوباية حليب وبنغليه على النار. وبقى كده بنحط قطع الزنجبيل حوالي سنتي في سنتي. طازة. وبنحط معها قليل من 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 الاسف من الكركم. قليل من الكركم. بنحط كل دول على بعض وبعد كده بعد ما بنكون غلينها ونشرب الكوباة ديت على الريء. كل يوم لمدة واحد وعشرين يوم. بفضل الله سبحان تعالى الناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل. الان في المفاصل. اللي عندهم بيزود الكولاجين وزود فتامين داله. يعني فيها وكمية معادن كتير. وفي نفس الوقت بتساعد كتير جدا في تقوية العزام. وان شاء الله بفضل الله سبحان تعالى بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. واستوضيحكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.